أهلا بكم في المستقبل دلوقتي المستقبل اللي احنا كنا نتكلم عليه زمان خلاص احنا بصناله والمنافسة الشرسة بين الزكاء الاصطناعي والإنسان في بدايات 2023 كنا بنسمع عن منصة شاتجي بيتي ومنصة جوجل بار طبعا ودول من أهم منصات الزكاء الاصطناعي اللي تقدر تدردش معهم كأنك بتدردش مع بني آدم بالذات الفكرة كلها بتنترج تحت الخلايا العصبية أو الشبكات العصبية اللي بيقدر يفهم دماغك كويس وبيقدر يحفظ البيانات ويخزنها طبعا منصة شاتجي بيتي أخذت فتراتها كده بكانت مجانية بعد كده أصبحت في منها جزء مدفوع اللي هو شاتجي بيتي 4 وشاتجي بيتي 5 دلوقتي أنا هقولك على البديل اللي تقدر تستخدمه من شاتجي بيتي وفيه بديل تقدر تستخدمه ومجاني 100% لكن حاول تلحق لو أنت هم محتاجة تبحث على أي حاجة تقدر تستخدمه بشكل مجاني طبعا مش هقولك مواقع غريبة أو مرة أنت تسمعها أو منصات هي بتقلد تشاتجي بيتي لكن أن دخلك على منصات رسمية من شركات عالمية تقدر تستخدمها بديل لتشاتجي بيتي تعالوا بينا كده نبدأ الشرح علشان ما تقولش عليك لو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب يلا بينا دلوقتي زي ما انت شايف كده أنا على تلعب منصات بس أنا هبدأ الأول معاكم بمنصة تشاتجي بيتي والمنصة المجانية اللي كل بيقدر يستخدمها ولو انت مش عارف تعمل حساب أنا سايب لك رابط في موجود في التعليقات أو الوصف هقولك ازاي تقدر تنشئ حساب على منصة تشاتجي بيتي بطريقة مجانية وبالخطوات طيب دلوقتي زي ما انت شايف كده أنا قدام تشاتجي بيتي طبعا ده قدامي تشاتجي بيتي سري طبعا فيه هنا عندي تشاتجي بيتي فور أو جي بيتي فور ممكن اعمله تقريبا هنا بعشرين دولار في الشهر طبعا بيتلك بعض المميزات غير الطريقة أو النسخة المجانية يعني مثلا لو جيت اسأل تشاتجي بيتي قلت له هنا في رسالة ماذا تعرف عن ايفون برو ماكس تمام بضغط على ارسال طبعا تعالوا بنا نشوف هيقول لنا ايه زي ما انت شايف كده قال لك عظرا ولكن انقطاع معارفتي تقريبا في يناير الفين اتنين وعشرين ولا يوجد لدي اي معلومات حول هاتف ايفون سيرتين برو ماكس هناك او حيث هناك اخر تحديث او الحصول على احدث طيبا الكلام اصلا بتحس انه مطلقبط كده عاوز يترتب من جديد يفضل مراجعة في موقع شركة ابل طبعا هو بيقول لك انا معرفش اي حاجة عن ايفون سيرتين برو ماكس مع ان احنا كنا بنسمع عنه كتير طيب دلوقتي احنا بقى نستغنى على النسخة المجانية ونروح بقى للنسخة البديلة للشاتج بتيه زي ما تشاهد كده انا بروح عندي على جوجل بارد وجوجل بارد ده ده طبعا النسخة المجانية التجريبية من شركة جوجل يعني مفيش فيها اي لعبه خالص شركة جوجل وهسيب لك رابط التسجيل موجود برضو في الوصف او التعليقات شركة جوجل طرحت جوجل بارد وتقريبا في حاجة اسمها جيميني وان شاء الله هقولك دلوقتي ايه هي جيميني دي لكن خلينا بس في كوكال بارد دلوقتي لو جيت ابحث على اقول له هنا يرجى ادخال طلبك مثلا هقوله ماذا تعرف عن ايفون 15 برو ماكس واببما الارسال وهشوف هيقول لي ايه طبعا زي ما انت شايف كده بيبدأ يبحث معايا وهستنى كده هشوف هل هيكون رده زي تشات جي بي تي ولا هيكون الرد مختلف طبعا كان الرد مختلف وقالك ايفون 15 برو ماكس هو هاتف ذاكي من الجيل الخامس من شركة ابل وبيبدأ يدي لك صور منه كمان وبيدي لك مميزاته وكمان السعر المتوقع يعني هو ده بديل تشات جي بي تي انسى خالص تشات جي بي تي بقى هو خلاص بقى فيه منه نسخ كتيرة جدا وبقى فيه معاقع كتيرة بتقلده لكن جوجل برضو يفضل النسخة او النسخة التجربية هي المجانية الى الان والبديلة للنسخة تشات جي بي تي طيب هل ينفع ان انا مثلا احل كوزات من على تشات جي بي تي لا خالص لكن جوجل برضو تعرف انت كل عليك بس بتروح عندك على تحميل صورة وبتحمل اي امتحان او بتحل مثلا معا اي واجب او اي حاجة انت قدر تحلها مجرد بس ما تيجي تصورها وتبعاتها الجوجل برضو تقوله من فضلك حللي مثلا الامتحان ده او من فضلك حللي الواجب معايا وهو بالفعل بيبدأ يساعدك ويحللك كل الواجبات وكل الاسئلة اللي انت طالد تسألها له على منصة جوجل برضو طيب تعالوا دوبينا كده نشوف المنصة الجديدة واللي طراحتها جوجل تقريبا امبارح بتاريخ 18-12-2023 طبعا المنصة دي هتبدأ تظهر وطبعا انت هتسمع عنها حاجات جميلة جدا طيب تعالوا بنا كده نشوف على جوجل دي بميند نشوف بقى هو العمق المغ جوجل شكله عمد ازاي هنروح مثلا احول باللغة العربية علشان كلنا نفهم في حاجة اسمها جامني او جامني تمام بتروح تنزل تحت كده بقولك من الالف للياء لتعدد الوسائط والتفكير بسلاسة تم تصميم عبر النصوص والصور والفيديوهات والصوت والتعليمات البرمجية طبعا في عصر الزكاء الاصطناعي انت المجرب بس ما بتيجي تنزل شوية كده بتتفرج على شكل المنصة تقريبا شكلها جامد جدا بصراحة انت هتنزل بس تحت طبعا بيستخدم الشبكات العصبية للجي بي تي فور طبعا هتنزل كده للاخر خالص ويقولك هنا طبعا بيجي بسلس احجام في حجم نانو في توضيعة وفي فائق طبعا الاكثر كفاءة للمهام التي تتم على الجهاز طبعا تستخدم فيه جهاز اللي هو البي سي بقولك هنا افضل نمازج لدينا لتوسيع عبر مجموعة واسعة من المهام نموذجنا الاكثر قدرة واكبر حجما للمهام الشديدة التعقيد طيب اي شيء الى اي شيء تمام هننزل تحت كده شوية عشان ننزل بقى نشوف هو يعني بيتكلم عن ايه طيب هننزل تحت كده على جوجل بارد سيحولنا على جوجل بارد ممكن اسأل جوجل بارد اقول له ايه هو جيميني برو ممكن احولني كده على جوجل بارد تاني واكتب هنا على جوجل بارد ما هو جيميني برو والتعال بيكان نشوف المنصة الجديدة اللي طراحتها جوجل امبارح هي بتتكلم عن ايه طبعا لما جيت اقرأ عنها لقيت حاجات غريبة جدا ومفوق القدرات العقلية انت حتى كمان يعني هتستوعبها بصعوبة جدا يعني بولك كان ده لغة نموذج لغة كبيرة تطورت من شركة جوجل طبعا اصدار محسن ننزل تحت كده هو كان اصلا من 2022 يتكون جيميني برو من 1.6 تلريون معلمة تمام وهو ما يقارب ضعف حجم جيميني الاصلي هننزل تحت كده شوية بولك بيتوفر منه ايه انشاء محتوى ابداعي تقدر تنشئ عليه محتوى ابداعي وكمان قصائد وروايات وممكن كمان تعمل منه تطورات للمنتجات بتاعتك يعني من الاخر انت تقدر تستخدمه للمحتوى اللي انت بتقدمه على الانترنت او بتستخدمه في زيادة المبيعات اللي انت بتقدر تحققها على الانترنت وكمان التسويق الالكتروني طبعا ده جزء بس من الزكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل والبديل لتشهاد جي بي تي طبعا فيه بدائل تانية لكن دول هم افضل بديلين موجودين دلوقت لو جيت تروح حتى كمان على مايكروسوفت بتقدر تروحك على حاجة اسمها بنج دوت اي اي اللي هو بقدمها لك شركة مايكروسوفت اللي هو بنج بنج الزكاء الاصطناعي بس دي ضعيف شوية يعني مقارنة بتشهاد جي بي تي وجوجل برد لكن ويبقى جوجل برد هو الافضل والبديل الخاص لموقع تشهاد جي بي تي انا بقى نصحك انك تجرب جوجل برد وهتلاقي رابط التسجيل الموجود بتاعه في التعليقات خش اسجل دلوقتي بالبريج الالكتروني بتاعك وتقدر تدخل عليها عادي جدا وتسأل جوجل برد وهتلاقي افضل مليون مرة في تشهاد جي بي تي لو احتاجت اي حاجة توصل معك في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله واشوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير مع السلامة شكرا